عزيزة من ليبيا تقول هل في حديث أن المرأة التي إذا طالت عزوبتها تقرأ سورة طاها على ماء وتغتسل منه ليس هناك حديث يا عزيزة في هذا المعنى هذا غير صحيح على المرأة أن تكثر من الاستغفار تكثر من الدعاء لله عز وجل أن يختار لها الصالح والأصلح هذا الذي عليه أما قراءة سورة طاها وجعل في الماء هذا كله ليس فيه دليل ليس فيه أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام أم سميح من مصر تقول هل صحيح حديث عن القهوة أن أول من شريبها سليمان وقدمت الجن له القهوة وأن الملائكة لا تستغفر مدام أن رائحة القهوة موجودة يا أم سميح هذا من الخرافات هذا من الدجل هذا من الباطل ولذلك لا يجوز التحديث به إلا على سبيل التحذير والتنبيه هذا كله من الباطل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك والقهوة ما عرفت إلا من الأزمان المتأخرة